اهلا بكم يا اصدقائي في spot on المشاهير بعد اخبار ان جيم سكوت الذي يقوم بدور سنان في مسلسل طائر الرفراف قام بالتحرش او لمس افرا سرات اولو خلال الكواليس وهي قامت بتوبيخه خرج الممثل اليوم عن صمته وقرر الدفاع عن نفسه حيث كتب اليوم هذا الكلام الى الصحافة والجمهور شعرت بواجبي ان اشارك موقفا معكم متابعيني واعضاء الصحافة الكرام ضد الاتهامات الباطلة والافتراءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي طوال مسيرتي المهنية عملت في نفس المشروع مع العشرات من الزميلات حتى الان علاقتي مع جميع زملائي وزميلاتي كانت محترمة ومهنية وعندما تحدثت مع زميلتي في البطولة عن الاخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهنا يقصد انه تحدث مع افرا واكمل حديثه قائلا اخبرتني انها لا تعرف سبب نشر مثل هذا الخبر وانه لا يوجد مثل هذا الوضع في الاخبار اود ان انقل لكم ايها المتابعين والمعجبين الكرام ان هذه الكلمات التي قيلت عنا هي في طبيعة القذف والافتراء وان هذه المحاولات القبيحة التي تتم من خلال بعض الصفحات للاضرار بمشروعنا الاكثر مشاهدة في تركيا سيتم احباطها مع حبي جيم سكوت طبعا يا اصدقائي من حق جيم ان يوضح هذه الاخبار وينفي هذه الاشاعات عنه لانها خطيرة وتهدد سمعته في مجال التمثيل ما رأيكم بكلامه؟ شاركوني اراءكم في التعليقات الى اللقاء بالفيديو القادم اشتركوا في القناة